اشتركوا في القناة يعني كل ما في الأمر يعني بطريقة سهلة سوركم موقعين وإضافة أخرى لكي تقوم بتحويل صورة مصورة يعني صورة سكرينشوت يمكنك أن تقوم بتحويلها إلى نص عادي بهذا الشكل يعني أي نص كيفما كان وبأي لغة كانت فهذا الأمر سيكون يعني في ثلاث مواقع فقط وبدون أي برنامج لكن قبل أن نقوم بالولوج إلى الشرح في المقدمة أريد أن أخبركم بأن ليس كل ملفة PDF يمكن أن تقوم بتحويلها 100% مطابقة لملفات Word يعني هذا الأمر شبه مستحيل يعني لا يمكن كل الملفات أن تقوم بتحويلها 100% إلى Word يعني من PDF إلى Word أما من الورد إلى PDF فلا تكون مشاكل كثيرة لماذا؟ لأن ملفات الورد تكون يعني كأنك ستقوم بدغطها إلى صورة أما ملفات PDF تقوم بتحويلها من صور إلى نصوص هذا الأمر تكون في صعوبة نوعا ما لذلك سنبدأ بالأسهل الآن وسنقوم بتحويل ملفات الورد إلى PDF كخطوة أولى هذا الموقع بابي كرام سأترك لكم أسفل الفيديو أول موقع معنا سنقوم بالذهاب هنا إلى Convert PDF وسنختار نوع الـ Convert أو نوع التحويل كيف نريد أن نقوم بتحويل هل نريد تحويل مثلا صور إلى PDF نريد تحويل PDF إلى الصور نريد مثلا تحويل Word إلى PDF أو العكس وهكذا PowerPoint Excel بخصوص شرحنا لهذا اليوم سنحتاج فقط الـ Word إلى PDF والـ PDF إلى Word نختار الخيار الأول الـ Word إلى PDF وسنقوم بتحديد الملف الخاص بنا ورد سأريكم قبل ها هو الملف الخاص بنا مفهوم تكنولوجيا التعليم سنقوم بفتحه كما تلاحظون هذا هو الملف الخاص بنا ملف الـ Word الخاص بنا ها هو كاملا سننتقل وسنختاره هنا Select وسنقوم باختياره بهذا الشكل ونقوم بتحويله إلى PDF نضغط على Convert to PDF وتنتظر حسب حجم الملف الخاص بك إذا كان حجم كبير ستنتظر بعض الوقت حسب سرعة الأنترنت سنقوم بالضغط على Download PDF ها هو حمل معنا بكل سهولة نقوم بتحميله الآن سنقوم بفتحه مباشرة لكي نشاهد الملف كيف أصبح ها هو ملف PDF بشكل عادي يعني لا توجد فيه أي مشاكل كم تشاهدون ملف بنفس النص بالضبط بكل شيء يعني لا توجد فيه أي مشاكل لأنه كما قلت لكم الخطوة من PDF أو من الـ Word إلى PDF تكون أسهل لكن هنا سوريكم أمر آخر لاحظوا معي بخصوص Convert PDF سنختار هنا PDF to Word الآن PDF to Word وتقوم بالضغط على Select PDF File هنا سنقوم بتحويل مثلا هذا الملف يعني كما تلاحظون ها هو ملف PDF سنقوم بتحويله إلى Word كما تشاهدون لكن قبل أحبابي أريد أن أريكم موقع PDF to Doc هذا الموقع هو موقع جميل جدا يمكنك من هذه الخاصية يمكنك تحويل ملفات PDF إلى عدة سياغ يمكنك اختيارها من هنا إلى النص مثلا عادي إلى صورة PNG وهكذا هنا سنقوم باختيار PDF to Doc بهذا الشكل وسنقوم بالضغط على Upload Files يمكنك أن تختار حتى 20 ملف في نفس الوقت يعني يمكنك أن تقوم باختيار مجموعة من الملفات ونقوم بتحديد ملف PDF الخاص بنا هو هذا أنا أقوم بفتحي فقط على كروم لذلك يظهر لي بهذه الصيغة هو ملف PDF طبعا نقوم بالضغط عليه وتحديده ها هو الملف يحمل معنا أولا سيرفع وبعدها سيحول إلى Word سنقوم بتحميله Download ونقوم بالضغط عليه بهذا الشكل لنقوم بتفاحص الملف كيف أصبح لاحظوا معي هذا الملف الأول نعم هذا الملف الأول الخاص بنا وهذا الملف الثاني كما تشاهدون معي هنا ضروري سيتغير القياس الخاص بالكتابة وكل شيء ولكن يجب أنت أن تقوم بتعديد لأنه بإمكاني أن أعطيك نص أو أعطيك PDF يعني مرتب وكل شيء ويظهر لك النص فقط ولكن أريد أن أعطيك نصيحة أو أعطيك فقط تنبيه لأنه لا توجد أي منصة تمنحك PDF إلى Word كامل يعني إن وجدتم هذه المنصة أخبروني بها يمكن أن تحول فيها الأسطر والكلمات والرموز وكل شيء يعني غالبا لا توجد أي منصة توفر لك تحويل ملفات كاملة يمكن أن تجد نص في PDF عادي تقوم بتحويله كما سأريكم بعد قليل ولكن هذا الأمر ستحتاج إلى تعديل كما قلت في البداية لاحظوا معي هنا ستقوم بالتعديل ستحتاج إلى التعديل على هذا النص في الورد يعني تقوم بالتعديل وتختار النصوص من اليمين إلى اليسار وهكذا يعني إلى حد ما ينفعك كثيرا هذا الموقع موقع سأضع لكم موقع الثاني PDF-to-doc ستركوا لكم أسفل الفيديو أيضا لاحظوا معي يمكنك الاشتغال بهذا الموقع ويمكنك الاشتغال بهذا لكي نطير في الفيديو نفس الطريقة من هذا الموقع بخصوص ثالث موقع وكأضافة فقط سترك لكم موقع جميل يمكنك أن تقوم بتحويل صورة إلى نص عادي سواء بالعربية أو بالإنجليزية أو بأي لغة سنختار مثلا هذه السكرينشوت التي قمت بها قبل قليل قمت بعملها قبل قليل هذه السكرينشوت سنقوم بتحويلها إلى نص هاي صورة الحين أو الآن هي صورة سنقوم بتحويلها من هنا choose file وسنختار سكرينشوت وبهذا نقوم بالضغط على preview من هنا لكي ترفع الصورة لكي ترفع الصورة معنا هنا كما تلاحظون ستختار اللغة الموجودة في الصورة بمأنها الإنجليزية سأتركها الإنجليزية إن لم تكن هنا سأختار الإنجليزية بذلك الشكل English ويمكنك أن تختار French أو حسب اللغة الخاصة بك إن كانت بالعربية سأختار العربية وإن كانت فيها العربية والإنجليزية والروسية مثلا سأختارهم كلهم بذلك الشكل مثل tag أو مثل العلامات كما تشاهدون وبعدها هاي الصورة كما تلاحظون يمكنك أن تقوم بتدقيق الصورة أو بوضع النص الذي تريد أن تقوم باستخراجه مثلا أنا هذه الكلمة فوتورز لا أريد أن أظهرها مثلا في الأوكر سأقوم بإخفائها وأقوم بتحديد النص بذلك الشكل لاحظوا سأقوم بإزالة العلامات كما تشاهدون معي وسأترك هذه إلى مشكلة وبعدها سأضغط على أكر في هذا المكان مباشرة بعدها سيحول هذه الصورة إلى نص كما تشاهدون ولاحظوا معي هنا مكان النقاط ظهرت معي يعني رموز لم يتعرف عليها البرنامج لأنه دكاء إصطناعي فقط ولاحظوا معي يمكنك أن تستفيد أيضا من هذا الموقع هاي النصوص كما تشاهدون يمكننا أن نقوم بتعديل عليها يمكنك مراجعة النص هو نفسه هنا تقريبا هذه الرموز يمكنك أن تقوم بتغييرها وهذا كل ما في الأمر يمكنك أن تقوم بتحويل النصوص العربية ونسخها بالضغط على Ctrl C من لوحة المفاتيح ولسقها بـ Ctrl V هذه كإضافة فقط شكرا لكم أحبابي كرام كان معكم مراد فريق من قناة معروف للمعلوميات ومن عين تقنية إلى اللقاء أحبابي في الله